من أجل الجمهورية هذا لغم إماراتي في اليمن قد ينفجر في أي لحظة طارق محمد عبدالله صالح ليس خافياً على اليمنيين أن قواته المسمات حراس الجمهورية والعملة خارج منظومة الشرعية تحظى بدعم من أبو ظبي غير محدود لطالما رمى الإماراتيون إلى إعادة تدوير نجل شقيق الرئيس اليمني السابق في المشهد اليمني وقد حشدوا دعماً مالياً وعسكرياً وإعلامياً لإبراز العميد الركن قائداً لمعارك الساحل الغربي وهاهم الآن يسلمونه كما جاء في موقع إنتليجنس أونلاين الفرنسي قيادة الساحل بأكمله أي أنه على رأس ما تسمى القوات المشتركة والتي تضم وحدات ميليشياوية الطابع تحركها الأجندة الإماراتية بينها ما تعرف بالمقاومة التهامية وألوية العمالقة المؤلفة من مقاتلين جنوبيين ومن التيار السلفي وكذا حراس الجمهورية العاملة أساساً تحت قيادة طارق صالح والتي يزيد قوامها على 12 ألف مقاتل وتنتشر في تعز وعلى الساحل الغربي وصولاً إلى مطار الحديدة ليس من كلمة عن تلك التشكيلات العسكرية في اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي ويتوقع تقرير موقع إنتليجنس أونلاين أن تحافظ ما سمها ميليشيا طارق صالح على كثير من استقلاليتها وبأن تبقى تحت سيطرة أبوظبي على عكس المجلس الانتقالي الجنوبي ثم تمتفائلون بأن اتفاق الرياض في حال تحول واقعاً على الأرض سيسهم في حل معضلة الميليشيات في اليمن وقد بدأ لهؤلاء مثلاً أن احتمالات تمرد تشكيلات انفصالية جنوبية موالية للإمارات قد تقلصت بعد الاتفاق على دمجها ضمن قوات الدفاع والداخلية لكن لما تجاهلوا قوات طارق صالح؟ وأي أثر لاستبعادها من بنود الاتفاق على تماسك الوثيقة والقدرة على تنفيذها؟ لن يهدد ذلك بتقويض اتفاق الرياض فحسب فيما يرى محللون وإنما قد يشكل تحدياً لسلطة الرئيس عبدرب منصور هادي التي لم يعترف بها طارق صالح يوماً وربما فخخ أي تسوية أو مسعى للسلام في المستقبل إنها قنبلة موقوتة يقول عارفون بالمسألة معدة لتنفجر في وجه شرعية اليمن ولعل أبوظبي هي من سيتركها وراءها ذاك بالطبع إذا سلمنا بنية الإمارات الانسحاب من اليمن لا تنفيذ مجرد إعادة تموضع لقواتها هناك وفقاً لخريطة جديدة على القائلين إنها ستنسحب يرد تقرير إنتليجنز أونلاين أبوظبي ستحافظ أيضاً على سيطرة من دون منازع على جزيرة سقطرة التي تحولت إلى منصة لوجستية لها